يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي برنامج دوشة وحلقة جديدة من السيزون التاسع النهاردة حلقتنا مختلفة هنتكلم على كل ما يخص التجميل معنا النهاردة أخصائي التجميل اللاجراحي دكتورة شيرين مجد أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا سلي إزاكا دكتور عاملين الحمد لله والله قولي يا دكتور في حاجة غريبة بتحصل أسعار الفلر أنا بشوف ألف وتسعمية وتمنون في إيه المو في حاجة بتائه والأسعار رخصت ولا إيه الموضوع لا هو الموضوع مش كده خالص هو الموضوع إن إحنا عندنا العروض ويعني أنا حاب أقولك إن العروض كاذبة يعني أنا أول ما أسمع الأرقام دي إهربي إجري على طول إيه الموضوع يعني الموضوع إن الفلر ده اللي هما الناس بينزلوا بعروض بألف وألف ونص وتسعمية وتكلام ده ده فيلر بادي يعني فيلر للجسم يعني ما ينفعشه خلص إن إحنا نشتغل بيه على الفيس هو فيه فيلر للوش وحاجة للجسم طبعا طبعا ده كل إرية في الفيس ليها نوع فيلر ففلر الجسم ده بيجي بطل كده خمسين وستين ميلي بيخففوه بصلاين ويبدأ يشتغلوا بيه على الفيس وده بيدخلنا في كوارث فعليا يعني اللي أنت هتوفريه من أنت ما تعمليش الفيلر الهيلرونيك أسد الابروف المصبوط فأنت هتدفعي أضعاف أضعاف عشان تعالجي الجبء اللي تعمل التكتلات يحصل خراج يحصل صديد تبدأي تخش جراحة عشان تقدري تشيل ده وساعات الدكتور الجراح ما يقدرش يتعامل تكون الأنسجة التأمت على الفيلر ده فدي كارثة أول ما تسمعي عروض اهربية على طول يعني الأسعار هما بيعملوا حاجة مسصح طبعا هما بيقاللوا في السعر يعني عشان الفيلر الوش بيستغنوهم في حاجة تانية أو عصنا مش عارفة إيه الفرق بينهم فيه فيلر للبادي وفيه فيلر للفيس فيلر الفيس ده بيتجزق يعني كل الشركات الابروف ده المعتمدة دي بتتنزلك ان الفيلر ده للأي كنتور الفيلر ده للليبس الفيلر ده كنتور اكسترديب حتى بيبقوا كاتبين على العلبة فأنت لو دخلت يا عيادة وما لقيتش الفيلر بتاعك بيتفتح كده قدامك بيتفتح قدامك وتأخذي البار كود وتسألي الدكتور أنا هشتغل إيه ماقدرش أشتغل مثلا فيلر لبس فبالتالي الفيلر البادي ده ملوش علاقة خالص بأن أنا أشتغل بس بما أنه أرخص فالناس اللي بيعملوا عروض بيحللوا صلاين ويحنوا يعني أنت عايزة تقولي أن العروض دي مصح هما بيستخدموا حاجة غير الصحيح يعني بيستخدموا فيلر الجسم للورشو ده خطر جدا 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 كوارث كوارث بيوصل بيها أن أنا أدخل جراحة طيب دكتور جيني كلمين عن الدرما بين كلمين عنها جوي يعني أنا بحول إن إحنا نتكلم في كل موقع الدرما بين إحنا عارفين المسمى إحنا هنعمل درما بين فبنروح برضو أي مكان نعمل درما بين طيب الدرما بين ديت مفيدة جدا 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 بس مفيدة إزاي مفيدة أن أنا أعمل عند حد متخصص مفيدة لأنها تديني جلانج اللي هو تديني نظارة وتعالج للأكني والسكار والبجمنتيشن ده أخلف كل حاجة بس تخدم الدرما بين معاها مواد معينة اللي هي الميتوثرابي لازم برضو أكون واخد شركات مضمونة شركات أبروف الدرما بين فيها برضو مخاطر فاضيع قوي تدخلي أي مكان تعملي درما بين تكون المتخصص اللي شغال مش عارف السن بتاع الإرية ديت إيه لأن هي يعني ليها مقاسات ليها سرعات ليها عمق كل إرية في الفيس ليها يعني تكنيكس معين فبرضو موضوع الدرما بين ده أعمله في مكان موصوق فيه هيديني نتائج رائعة وهيعالج لي حاجات كتير جدا وهيشتغل معايا تريتمنت وهيشتغل معايا تجميل وهيشتغل معايا نظارة وهيشتغل معايا كل حاجة بس المكان الصح وأعمله بتكنيك صح طيب عايزين نتكلم برضو عن مشاكل سقوط الجفون أو رفع الحواجب بالبوتوكس أنا بحاول بس أن أجمع كل الحاجات نتكلم بها أنت تتخذي كل الأسئلة الشائكة يعني آه تمام ده موضوع حلوي جدا وبرضو مخاطره كتير البوتوكس طبعا هي مادة علاجية أكتر منها تجميلية البوتوكس أنا ببدأه في سن قبل الفيلرب كتير وده ناس كتير ما بتبقاش مركزة في الموضوع ده يعني أنا البوتوكس أبدأه في العشرينيات دكتور آه حضرتك أبدأي في العشرينيات بس أنا المفروضة أن حضرتك أما بتيجي تعملي كونسلتيشن أعرف اللايف ستايل بتاعك إيه وأعرف احتياجك إيه ما تخشيش للدكتور تقولي له أعمل لي كذا لا هو اللي على دراية أكتر بإيه اللي حضرتك تحتاجيه بالنسبة للبوتوكس ليه ممكن يوقع لي كفون ممكن يرفع لي حواجب تلاقي مثلا حد بيقولك أنت زعلانة ليه يا سيلي رغم أن أنت مزعلانة يعني أحساسك مزعلانة بس ده لأن الدوس بتاعه بيفرق الأماكن اللي بحقن فيها بتفرق تكنيك الحقن بيفرق حالتك وسنك واللايف ستايل بتاعك مجال شغلك إيه الفنانين والموزيعات الرياكشنز عندهم كتير فبحتاج أن أنا أبدأ معهم بوتوكس بدري قبل ما التجعيد والرياكشنز يتحول لستيتيك لاينز ويبقى تجعيد سبتة واضطر أخذ إجراء أعلى من البوتوكس فالموضوع برضو تكنيكس دوز وأماكن وتكنيك حقن طب قولينا الدكتور أحدث حاجة في عالم التجميل جميل جدا إحنا أحدث حاجة عندنا في عالم التجميل وهو بجد يعني طفرة وهو الإكسيزوم الإكسيزوم مادة ممكن تكون منتشاريتش في مصر كتير دلوقتي لكن هي أبروفت في فرنسا لدرجة أن هم دلوقتي بيدخلوا في أي أفتوركير يعني عايزين يحولوا لزمود كده يعني لو حضرتك بتستخدمي شامبو فهتستخدمي بالإكسيزوم الكونديشنر بالإكسيزوم المسكهير بالإكسيزوم وبنستخدمه بقى لحاجات كتير جدا في اللسكين يعني إحنا بنعالج بيه اللسكار اللي من فترات طويلة جدا حد عنده جرحة قديم طب إيه هو الإكسيزوم ده هو المحفز للإكسيزوم اللي في جسم حضرتك اللي ربنا خلقنا به هو المسج اللي بتاخده اللي استمثل عشان تشتغل على علاج الإرية دي بنسبة 300% ده أحدث حاجة وقدامنا العشر سنين قدام ده الأبديد بتاعنا في التجميل اللاج راحي الإكسيزوم طب دكتور شيرين عايزين نتكلم عن التجميل اللاج راحي أوكي وإيه الفرق بين الجراحي واللاج راحي جميل جدا طيب إهنا دلوقتي عندنا مثلا حد عايز يعمل ليفتينج وشد للفيس طيب في حالات أنا أقدر أتدخل فيها لاج راحيا وأبدأ أشتغل عليها مثلا حاجة زي الشد المائي أو أشتغل عليها بالفيلر الناس عندها أعتقاد إن الفيلر فوليوم منتلاء لأ أنا ممكن أشتغل شد دمائي بالفيلر وأعمل ليفتينج وأرفع وقضيع نيزوليبيان وممكن أشتغل بحاجة اسمها البيلولاكتك أسد ده إيه ده بيبقى شد بس في أعمار معينة في حالة صحية معينة الديتسكين بتاعتي يكون تسمح بكده لكن في حالات عندي أنا مقدرش أتدخل فيها دي جراحة دي خلاص حدريتك بتروح على الدكتور الجراحة بس إيه الفرق ما بينهم إن أنا ما بشتغل جراحة قبل الحالة ما تكون محتاجة ده وطبعا إحنا عندنا على السوشيال ميديا ناس مشاهير جدا نتسبب لهم أزى من إنه هما دخلوا جراحة ليفتينج للفيس ده إيه سببه بيكون إيه سبب التوقيد غلط الشغل غلط هي مثلا حد خس يعني عمل عملية تكميم أو عمل نظام غذائي وضايت وبدأ يخس طبيعي إن أنا هيحصل عندي تهدل في الفيس طيب حضرتك أعرف بقى عمر الشخص اللي معاك أو الكاس اللي معاك هل العمر ده أدخل الجراحة ولا أشتغل شد مائي باللا جراحي لا طبعا أشتغل لا جراحي أنا أدخل جراحة إمتى أما العمر خلاص يعني يعدي معي على 55 و 60 سنة ويكون الديت سكين بتاعي خلاص ضعف لدرجة إن شد اللا جراحي مش هيأثر فيه إنتي عزي تقولين هو إن الحاجات دي لها سن معين طبعا عشان أبدأ أدخل الجراحة في وشي من سن معين طبعا مع إن أنا بشوف يعني بنات صغيرة يعني 17 سنة وطبع 19 سنة ما بوازينه وشهم بالفيلر والبوتوكس أنا مش فاعمة لي يعني ده أنا لوم على الأهالي بقس لي هنا بصراحة أنا ألوم على رقابة الأهالي أما تكون بنت لسه يعني لسه بتكون الإسكين بتاعها 16 و 17 سنة يعني أنت قريدي عندك الكولوجين وعندك الهايلورونيك اللي ربنا خلقه وعندك النظارة لو عندك مشاكل سن المراقة زي الأكني مثلا زي البيجمنتيشن عايزة تعملي نظارة فده ندخل في الإسكين بوستر لكن ما ندخلش في الفيلر في بنوتة عندها 16 سنة مثلا و 17 سنة فده هنا دور رقابة الأهل بصراحة طيب خلاني نرجع ده لي في السؤال اللي قابله اللي هو التجميل اللي جراحي يعني أنا دلوقتي ليه سن معين عشان أبدأ أدخل الجراحة في وشي والأفضل إن أنا أعمل جراحة ولا أعمل فيلر أني الأصح في الاتنين بعيدا بقى عن السن عشان أكون أمينة معاكي في حالات الفيلر مش هيأثر فيها فيبقى لحالة دي هتدخل الجراحة فيه لأقدر الله حالات مثلا بتبقى خلاص يعني مثلا خست وزن كبير جدا فالتراهل ما فيش فيه سكين لازم يتشال فيه سكين مش بس شدة هيبقى شد وهنشيل الجلد ده فده لو قلتلك هحقن 10 ملي فيلر أنا مش هديها نتيجة لازم لازم جراحة ما ينفعش أي حاجة تانية من الحاجات الحديثة الحاجات الحديثة دي في حالات معينة اللي جراحي ده في حالات معينة لكن حالة خلاص عدت مني إن أنا هشتغل معها لجراحي ومهما أحق إن هي مش هتاخد مني نتيج فحرام إن أنا أعمل معك كده هي هتدخل جراحة على طول دكتور شريم أنا شايفة إن الناس كلها دلوقتي بتجري وراء موضوع التجميل حتى الناس من برا بتيجي دلوقتي مصر عشان تستخدم حاجات التجميل وأدوات التجميل كلمين عن موضوع برضو لبرا مصر طيب أنا هقولك على حاجة أخوتنا العرب عندهم ثقافة جميلة جدا بصراحة وأنا بحترمهم بحيهم عليها هم عندهم فكرة أنا عايز أحسن ريزلت بأحسن سعر مش بأقل سعر أحسن ريزلت بأحسن سعر فعملين حاجة كده جميلة قوي عملين جروبات خاصة بيهم هم كعرب تكون إدارة الجروب عرب مثلا زي جروب هنا القاهرة ده حاجة جميلة وإدارة خليجية بيعتمد العيادة يعتمد معمل تحاليل بأوراق وبتصرحات وحاجة محترمة جدا ليه يبقى ضامن حق العيادة أو المركز وضامن حق العميل بتاعه فدي بدل ما بجري على السوشيال ميديا واتفرج على فيديو يكون عامل شو بس أنا مش عارف الحقيقة فين احنا بنشوف فيديوز كتير جدا بس أنا مش عارف الحقيقة بيعملوا فيديوهات وحاجات لا هم عندهم لا يعملوا جروبات يجمعوا فيها بعض ويكون الإدارة هي المسؤولة عن اعتماد المركز الطبي أو اعتماد مركز التحاليل أو بيقدموا خدمات لإخواتنا العرب اللي بتواجدوا هنا في مصر بصراحة عندهم ثقافة جميلة ما بيدحوش بنفسهم ما بيجسفوش انت أنا هقول لحضرتك على حاجة أستاذ سيلي وأنا دلوقتي أما روح لدكتور مخ وأعصاب أو دكتور قلب ويكتب لي علاج ويجي حد يقول لي أنا هجيب لك نفس العلاج بس مش من الصيدلية وبنص السعر أنا هجازف وهاخده مستحيل فحضرتك لازم تعتمدي على أنك تأخذي المنتج المعتمد المصرح به عشان تبقي ضمنة أن أنت مش هتدخلي في كوارث والله فعلا الناس بتعاني وتعيش بالدفول اللي هي عملته في نفسها عشان تعمل منتج بألف جنيه هتعيش بيه بقية العمر هتعيش بدفول هتعيش بسكار هتعيش بجيب هتعيش عندها اتجاه ممتلئ واتجاه فيه خفصة وملوش حال بس أنا عايز أقولك كويس أني وضحت حاجة موضوع أن الحاجة رخيصة جدا ده خطر جدا يعني مش عشان أنا حاجة بألف جنيه أو بألف ونص أو أيا كان أروح أقزي نفسي جدا عشان خطر أن يسعرها رخيص جدا وأنا بشوف ده كتير يعني أنا بشوف إعلانات كتير للحاجات وده مش درس ولا مثلا شنطة هشتريها لو ما أجابتنيش أو مرتحتش في الماتوريالز بتاعي لا ده حاجة ده جسم البني آدم ده ربنا مأمننا عليه هيحسبك عليه أنا ما بقولش ما تعمليش تجميل أعملي كلنا يعني ربنا جميل وبيحب الجميل وأعملي تجميل عملي الحاجة الناتشرال وأعملي الحاجة المناسبة لك زي ما قلتلك أما تدخلي على دكتور ما تقولي ليش أعملي زي صاحبتي أعملي زي بنت خلتي أعملي زي الصورة دي كل شخص فينا الإجراء اللي حضرتك ممكن تعمليه هيخليك جميلة جدا أنا لو عملته ممكن يخليني وحشة صح الدكتور يفرق يقول إيه الإجراء اللي أنا محتاجة لكن أنا خش أقوله مثلا أعملي شفايف روسي طب أنت ملامحك عربي أعمل عليها شفايف روسي إزاي هتبقي إيه صح فهي الفكرة هنا الفكرة جماعة مش قصة الفلوس الأقل قصة الإجراء المناسب لحضرتك وللسبيس وللشيب بتاعك والملامحك عربية خليجية مصرية أجنبية بس يا دكتور شويني ناس ما بتفكرش زيك دي وقت يعني أنا لوقتي لو شفت صورة معينة لحد بشكل معين فأنا بجيلك بقولك دكتور أنا عايز أعمل نفس الشكل يعني أنا بفكرش نفس تفكيرك كده أكبر غلب أكبر غلب هتأذي نفسك فيه دكتور حينصاك وردو يعمله فيه دكتور هيقولك لا سوري مش مناسب مع الاسبيس بتاع بتاع الفيس عندك مش مناسب مع طبيعة بشرتك مش مناسب مع ملامحك ما أنا ليه مقاييس للملامح للفيس تتدرس دي ملهاش ده وبحاجة طيب قوليلي يا دكتور شينين فأعمل فيلر بعد تطوش شفايف طيب مبدئيا أنا ما قدرش أتكلم عن تطوش شفايف ده بخلينا قبل السؤال ده فيه سور الشعر كلمينا عن بقى السور دي شويل ده دم الشعر كان صورة اللي عب لها الصورة ديت شد دماء اللي هو الليفتينج وده معمول بالفيلر على فكرة دي حالة بجمنتيشن بلاس أكني وسكار وده معمول بالإكسيزوم دريتك عليه ده الحالة ديت بعد أول سيشن الفرق ده عايزين السورة بتاعت اللي هي الشعر اللي هي فيه حلول للشعر الخفيف آه طبعا والتي دي فراغات وصلة للألبيشيا ديت حلها برضو الإكسيزوم ده بعد التو سيشن اللي بأول سيشن بيتعمل بعد عشر تيام بيتعمل السيشن التاني ده الريزل بعد شهر من حقن الحالة مرقتين بالإكسيزوم يعني فيه علاج يعني أنا عندي شعري خفيف دي علاج آه طبعا طبعا ومش مادة واحدة بس خلي بالك أنا بشوف كتير وجربت حاجات كتير بس ما فيش نتيجة يعني فإن أنا أشوف حاجة بجد دي صعبة بس عشان أنا عارفت وعارفة أنها تشاطرة جدا دي نتائج فعلية دي نتائج فعلية دي أبحاث يعني الإكسيزوم ده عندنا في أكاديمية بيرفكت عيادات طبية عندنا أستاذنا دكتور محمد ولاء عاملين عليها أبحاث من سنة فاتت النتائج مبهرة سحر فعل ده إيه ده ده بوتوكس ولا فيللور يا شمع ده سكين بوستر مع الإكسيزوم برضو اللي قبل ديت ودي دي ميزا سترابي للبيتمنتيشن مع برضو بيتعامل بتكنيك معين بيوصلني للنتائج ديت الموضوع جميل بس لازم نبقى فاهمين إن إحنا مش دخلين للدكتور نقوله إحنا عندنا دلوقتي مشكلة سكار فهو هيعملي سيشن فأنا هخرج أحسن حاجة في تكون لازم نبقى فاهمين إن إحنا ما بنروح للدكتور هو بيعمل بلان على الحالة دية بيعمل بروجرام وبيديك رولز وافتر كير بتمشي عليه لو التزمت بتعليماته صدقيني أتوصلي لأحسن نتيجة طالما دخلتي للدكتور وصقتي فيه خلاص إنتي أمشي وراء توجيهاته هو هو قادرة هو اللي عنده الدراسة هو اللي عنده العلم هو اللي عنده الخلول طب دكتور يعني أنا ينفع أعمل بوتوكس وفيلر مع بعض ولا لازم حاجة واحدة لا في حالات بنشتغل كذلك أسنع عملتش فيلر عرب كده يعني ممكن عملت بوتوكس فاهمة مش محتي جايسي فإننا دخلتني مع بعض يعني مثلا عاوز أكبر شفايفي شوية ينفع لما بيبقى شكلها أجمل يعني فيه فترة كده من الزمن أخدنا فكرة إن اللي هيعمل فيلر بيبقوا الناس كلها ماشية شابها بعض دي حقيقا أنا كنت بيستخدم حاجة من فوقها كده والخدود كده والشفاف كده فأنا بحس إن الموضوع صعب قوي يعني أنا رأيي ورأيي ناس كتير من أساتتنا يعني إن كلما كان الموضوع ناترال كلما كان أجمل إحنا اسمنا تجميل مش تقبيح فأعملي الحاجة مثلا أنا عندي خفصة في الآي كنتور أعملي الخفصة ديت بالفيلر واخلي الموضوع لطيف أنا عندي مثلا بتاع الليبس قليل شوية ممكن أعمله كنتور من يوضح لي الليبس ويديني شكل ناترال بس مش لازم أدل فوليوم الأوفر أنا بسمع ناس بتقول بتاح إن 2 ملي و 3 ملي في الليبس ده في أكتر من كده في الليبس إنت عنديك المساحة دي أنا أسمع أنا أكتر من كده يعني بشوف الفيديوهي تقولك لا ما يكفيش 2 ملي و 3 ملي فأنتو بتعمله إيه عشان كده دايما أنتو بتحطه إيه بنقول يعني خلي الدكتور اللي يحدد ما تروحيش تقوليله يعمل إيه خليه هو اللي يحدد هيديك أحسن نتيجة هيديك أحسن ريزل بس أنت دكتور في حد بيجي يعني أنت بتحدديله ولا كل الناس بتجيلك تقولك أنا عايزة أعمل 1-2-3 لا بصي فيه ناس بتيجي توريني سور فيه ناس بتيجي تقوله هي عايزة تعمل إيه بس أنا فعليا بقى الكونسلتشن بالنسبة لي لازم نقض نتناقش ونتكلم لو هناخد وقت قدي لازم أشوف المساحات المناسبة إيه المشاكل اللي عندك أو إيه دي فل مدايقك هسمع منك الأول وقلي دي كل اللي مدايقك وبعدين أنا هحدد لازم أعرف اللايف ستايل بتاعك يعني حضرتك موزيعة ورياكشنك كتير جدا هل ده زي ستة البيت اللي قاعدة في البيت ما عندهاش الرياكشنز ده كل يوم ونزول وشغل ونتعرض للشمس والكلام ده أكيد لأ فأكيد هي لها حلول وحضرتك لك حلول بس الفكرة دايما في النهاية إن احنا نوصل للشكل الناتشرل ربنا خلقنا كلنا جميل على فكرة يعني ربنا ما خلقش حد وحش بس كل واحد يزهر جميله ده إزاي ده بقى سبيل الدكتور يعملك البلان اللي يخليكي تزهري جميلك من غير ما تغيري ملامحك دلوقتي بتلاقي ناس بتتغير تبقى شكل ناس تانية ده مش طبيعي يا جماعة صح كلهم شكل بعض يعني حتحسينهم الدكتور واحد تيجي بنوتا مثلا حاجة وعشرين سنة لسه صغيرة تقولك مش عايزة نيزوليبيان ما فيش بني آدم عتكون ما عندوش نيزوليبيان نقلل لو هو واخد دي بواخد عمك لأ هنصحح الشكل ده لكن نمحي نيزوليبيان سوري ما فيش بني آدم ما عندوش نيزوليبيان عشان يبين رأكشن تبيني ان انت مبسوطة ازاي يعني تبيني ان فعلك علي ازاي متضيئة زعلانة اعمل بوتكس ابقى تمثال ليه؟ طبعا انت الابرة بتفتحيها قدام اي حد وده الصح لازم برضو نلفت النظر لموضوع زكالي تدخلي العيادة تسألي على اسم البراند اللي الدكتور هيشتغل بيه يوريك البراند نفسه ويفتح قدامك الابرة اللي هي بالشكل ده في بار كود على العلبة لازم حضراتك تاخذي تليفونك وتتأكدي انت بتشتغل بحاجة أبروفت معتمدة ولا لأ لازم ده حقك علي ان انت تدخل يقولك انا هعملك اجراء تقوليلي هتعمليلي الاجراء ده بايه وهتستخدمي ايه والشركة دي أبروفت ولا لأ ميزو ثيرابي بقى فيلر بوتكس محفزات كولوجين ايا كان طالما فيه منتج هيدخل جوه بشرتي لازم تكوني متأكدة منه بنسبة مية في المية ما تضحيش بنفسك او ده بقى الفرق بين الحاجة الغالية والحاجة الرخيصة يعني اللي هو لو انا راح عند حد كويس وليه اسمه زي حضرتك طبعا يا دكتور مش مهم الفلوس على قد ما انا انا دخل عندك وانا خرجة انا متطمنة انا مش هيحصل لي اي مشكلة في وشي او في اي نوع من انواع اي حاجة تجميلة انا بعملها والله يزالي انا من الحاجات اللي حبيبتني اوي في ان احنا نعمل اللقاء ده ان انا عايزة اقول معلومات مش عايزة اعمل دعاية يعني انا اقول المعلومة حضرتك او حضرتك خديها وروحي لاي دكتور تصد فيه بس انت يبقى عندك الثقافة التجميلية هو مش فكرة ان اعلانات كتير وهنعمل زي بعض لازم يكون عندنا ثقافة حتى في موضوع التجميل وده كمان برضو يا دكتور خلينا نقول ان احنا حتى لو شفنا اي حد مشهور عامل اعلان لا انا ما صدقش غير وانا شايف المشهور ده حاطت الحقنا في وشه مجيش بس اللي هو ايه قبله وبعده خلاص لا انا عايزة شوفك وانت بتستخدم الحاجة دي نفسها بص انت دخلت في منطقة جميلة اوي بقى وهي منطقة الضمير الدكتور لازم يبقى عنده ضمير وامانة وهو قريد يحالف وقاسم على كده العميل يبقى عنده ضمير في انه هو ياخد نتيجة كويسة فهيدفع السالوري الدكتور هيقول عليه المشاهير بقى والبلوجرز والفنانين الجمال اللي الناس بتصق فيهم يبقى عندنا ضمير في ان احنا ما نشكرش في حد او نسيق فيه الا لو احنا جربنا الاجراء ده واخدنا منه ريزلت سواء بالسلب او بالاجاب حضرتك او حضرتك او اي حد مشهور الناس بتصق فيه رجاءا رعوا ربنا في الناس دي ما ترحوش اماكن تعملوا روفيوز فضيع وانتوا صدقوني ما عملتوش الاجراء ده في المكان ده دكتور شيني عايزكي في ديئة كده عودية ونص تقولي لي كل ما يخص شغلك طيب احنا بنشتغل على ايه احنا بنشتغل على التريتمينت والتجميل مع بعض احنا التجميل اللاجراحي عايزين نعمل كل حاجة تدينا المحفزات الهايلرانيك الكلاجين تدينا النضارة تعالج لنا السكار البجمنتيشن الاكني كل مشاكل البشر كل حاجة مضيقاكي وشي شاحب شوية اي حاجة ليه علاقة ده احنا بنعملها في التجميل اللاجراحي بتكنيك معين سواء بقى فيه ناس بتشتغل بالنيدل بالحقن فيه ناس بتشتغل بالدرما عشان بس ممكن الناس ما تفهمكيش التجميل اللاجراحي اللي هو عبارة عن واحد اثنين ثلاثة التجميل اللاجراحي هو اي جراء تجميلي بدون تدخل جراحة ومشروط اللي هو اللي حنا بنتكلم عنه البوتوكس الفيلر الاسكين بوستر مواد النضارة مواد الجلوتاسيون للتفتيح علاج الحبوب علاج البجمنتيشن فيه حد بيبقى عنده كلف فيه حد بيبقى عنده تصبغات كل ده بتجميل اللاجراحي اللي لو الحالة بتستدعي جراحة خلاص دي بتتحول على اخصاء الجراحة وهو اللي بيبدأ يتعمل معها يعني كل حاجة عندها حل عندك يا دكتور كل حاجة دلوقتي الابديتس الجديد ما خليه كل حاجة فعلا لها حل زي ما قلتلك الاكسيزوم لعشر سنين قدام هو الابديت بتاعنا وفعلا في حل لكل حاجة خليه بالك يا جماعة أنا الوقتي بعد الحلقة هعمل بوتوكس هعمل حركات والحلقة الجاية هنشوف هاي فينا على وش ولا لا دكتور فيه اي حاجة رعا ستقوليها قبل ما نختم الحلقة انا مبسوطة جدا ان انا كنت معاك يا سيلي ومبسوطة ان انا يعني من المكانة عندي قدت معلومات يعني حتى لو هي بسيطة بس يعني لو وصلت ممكن تفيد حد انه هو ينقذ نفسه من خطر احنا نجري ورا العروض والاسعار القليلة وان احنا نعمل اجراء مثلا ميديكال في بيوتي سنتر يعني اخلوا كل حاجة ليها مكانها اسأل دكتورك تابع مع دكتورك لو عملت اجراء مع دكتور وسافرت بلد تانية وهتعمل اجراء خلي الدكتور التاني يتواصل مع دكتورك يعرف انت عامل ايه عشان ده هيفيدك انت مش هيفيد حد تاني دكتور هو الكلام معك صراحة يعني محتاج حلقات كتير بس وقت الحلقة خلص عزائي المشاهدين لك كلام بيننا بيخلصوا يقل ولا دوشيدي معاكو هتقل استنوني الحلقة اللي جاي